كما ترون فلقد رسمت بعض الجزيئات مسبقا هنا لنرى إذا كان بالإمكان استخدام ما تعلمناه لتسمية هذه الجزيئات لنرى ماذا لدينا أول جزيئ هنا لدي العديد من الحلقات هذه حلقة سودازية كما ترون نعم بهذا الشكل وهذه حلقة رباعية وهذه حلقة رباعية أخرى هنا إذن الحلقة الأكبر ستكون الأهم من جميع هذه الحلقات في هذا الجزيئ وهي كما قلنا من سد الرات كربون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست من ذرات الكربون وهذا هو السايكلو هيكسان إذن سايكلو هيكسان رائع أن الكان هيكس ستة وسايكلو حلقي ومن ثم لدينا هاتان الحلقتان الرباعيتان كل منهما يتكام من أربع ذرات كربون إذن نحن نتعامل مع المبادئة بيوت إذن هذه الحلقة الأولى هنا وهذه الحلقة الثانية لدينا مجموعتين منهما إذن كلاهما بيوتل رائع وهذه أيضا بيوتل وبما أنهما يتمثلان هنا حلقيا في الواقع هما سايكلو بيوتل سايكلو بيوتل لكلا الحلقتين لدينا مجموعتين ووصولتين بهذه الحلقة إذا كان لدينا مجموعة واحدة فقط متصلة بها لا نضع رقم لها لكن عندما يكون هناك مجموعتين علينا ترقيمهما لنقل سنبدأ الترقيم من هنا ونسير باتجاه بحيث نصل لمجموعة ثانية من أقرب ناحية لذا في هذه الحالة سنسير في اتجاه أكسع قارب الساعة لنجرب ذلك إذا صرنا بهذا الشكل ستكون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذا صرنا في هذا الاتجاه واحد اثنان ثلاثة إذن ثلاثة فقط لدينا مجموعتين سايكلو بيوتيل إذن داي سايكلو بيوتيل رائع داي سايكلو سأغير اللون إذن داي سايكلو بيوتيل بهذا الشكل ولدينا مجموعتين في المواقع واحد وثلاثة إذن واحد فاصلة ثلاثة ماذا أصبح لدينا السايكلو واحد ثلاثة داي سايكلو بيوتيل سايكلو هكسين وهذا ما يمثله هذا المركب لنجرب المثال هذا في الأسفل لدينا حلقة كامل من الكربون خماسية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة من ذرات الكربون ومن ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة من ذرات الكربون إذن هذه ستكون الحلقة الرئيسية هنا على اليمين هذا هو السايكلو هكسين سايكلو هكسين لديه كربونات كلها بروابط أحادية فيما بينها رائع ولدينا هنا أيضا مجموعة على اليسار من السايكلو إكسان وهي السايكلو بنتل إذن هذه مجموعة السايكلو بنتل نعم لدى عيلي ترقيمها طبعا لأنها المجموعة الوحيدة المنصولة بالحلقة الرئيسية إذا كان هناك مجموعة أخرى سوف نقوم بترقيمها كما قمنا في الأعلى هنا إذن كما قلنا هذا هو السايكلو بنتل سايكلو هيكسان لنجرب أو لنحاول مع هذا المركب هنا طبعا كما ترون لا يوجد أي حلقة فيه إذن يجب أن نبحث عن أطول سلسلة فيها الآن لنعدها يمكن أن تكون 1-2-3-4-5-6-7 هذه ليست أطول سلسلة ربما هي 1-2-3-4-5-6-7-8 هذه تبدو كأطول سلسلة لنجعلها إذن أطول سلسلة لننوّلها بهذا اللون لنجعل هذه أطول سلسلة هنا رائع بهذا الشكل نريد أن نبدأ بالترقيم في الاتجاه بحيث نواجه أول توفرع قريب نحن نريد البدء بالترقيم من أسفل هنا لأنه لدينا مجموعات مرفقة هنا على ذرة الكربون الثانية إذا بدأنا من هنا يجب أن نسير كل هذه المسافة حتى نجد أول مجموعة إذن نسير 1-2-3-4-5-6-7-8 إذن هذا هو الأكتان كله بروابط أحادية إنه ليس السايكل الأكتان انتبهوا لأنه لا يتمثل في حلقة إذن نحن نتعامل مع أكتان رائع الآن يجب فقط أن نضيف المجموعات إليه إذن ماذا لدينا هنا؟ طبعا هنا لدينا مجموعة مثل موصولة مع السلسلة الرئيسية هذه مجموعة مثل أخرى موصولة مع السلسلة الرئيسية كلها هما مجموعتين مثل طبعا كما تعلمون المقطع مث يعبر عن وجود ذرة كربون واحدة إذا لدينا هنا مجموعتين مثل إذا نظرنا إلى جميع التفرعات فقط هذين التفرعين يمثلان مجموعتين مثل هذه أعلى هنا ليست مجموعة مثل إذن لدينا di مثل أو ثنائي المثل كلاهما أو كلاهتين مجموعتين من المثل على نفس الموقع إذن ستكون اثنان اثنان di مثل رائع ومازالت الأمور بخير وسهلا إذن هذه هنا di مثل طبعاً لا نكتبها أمام الأكتان الآن يجب أن نفحص جميع التفرعات ونسميها وثم نرتبها أبجدياً أمام الأكتان إذن هذه هي اثنان اثنان di مثل أو ثنائي المثل نسمي المجموعة هذه هنا لنجرب كم عدد ذرات الكربون فيها واحد اثنان ثلاثة في الواقع تبدو هذه المجموعة نفس الشيء هنا على اليسار يوجد فيها ثلاث ذرات كربون كلاهما بروبل طبعا إذن بروبل لكن هذه مثل شكل حرف الواي في اللغة الإنجليزية يمكن أن نسميها سك بروبل لأن هذا الكربون المتصر مع السلسلة الرئيسية موصول مع ذرتي كربون أخرى ولأنه بشكل حرف الواي فهو آيزو بروبل طبعا لدينا مجموعتين آيزو بروبل هنا هذه هنا وهذه الثانية هنا لذا دعوني أمسح هذا الآيزو بروبل من هنا سيكون لدينا داي آيزو بروبل داي آيزو بروبل الأمور ما زالت بخير رائع طبعا تقع في المواقع أربعة وخمسة إذن إثنان آيزو بروبل على المواقع أربعة وخمسة إذن أربعة خمسة داي آيزو بروبل هذه المجموعة وهذه المجموعة شكلت معا هذا كله الآن يجب أن نجد الترتيب الذي يجب كتابتها به نتجاهل المقطع داي طبعا داي و تراي وهذه المقاطع البادئة كلها نتجاهلها إذن لدينا آي و آم من المثل آي من الآيزو بروبل لنكتب الآيزو بروبل بداية ولقد رأيت البعض يريد أن يصنفه بداية من حرف البي لكن أهم شيء هو تجاهل المقطع داي والبادئات الشبيهة به وكل شيء بعد ذلك هو محتمل إذن سأكتب آيزو بروبل أولا لأن آي يأتي قبل حرف الأم الآن إذا أردنا كتابة كل الإسم هذا سيكون أربعة خمسة داي آيزو بروبل نعم داي آيزو بروبل ومن ثم لدينا إثنان إثنان آآ آآ آسف يجب رضع فاصلة هنا حسنا أربعة خمسة داي آيزو بروبل ومن ثم إثنان إثنان داي مثل بهذا الشكل طبعا أخيرا نعم صحيح أكتان أحسنتم وانتهينا لكن هذا الإسم الشائع ربما تتذكروا أنه عند التعامل مع المقاطع سيك وآيزو بروبل أو بيوتل أو غيرها فإن هذه أسماء شائعة أما إذا كنا نريد الإسم المنهجي يمكننا ذلك طبعا يمكننا ذلك ولكن ستكون أمور أعقد قليلا وبما أن احتمال مطالبتكم بالإسم المنهجي وارد إذا يجب عليكم أن تتدربوا على ذلك طبعا هذا التفرع المثل هذا التفرع المثل وهنا تفرع مثل آخر وأساسا هذا الفرع يتفرع عن الإثل إذن يمكن تسمية هذا التفرع بإثل رائع ولدينا مجموعة مثل هنا عليه نعم إذن واحد ماذا لدينا أصبح لدينا واحد مثل إثل إذن كل مجموعة بدلا من الآيسو بروبل أصبح لدينا واحد مثل إثل بهذا الشكل إذن قمت بالتسمية المنهجية الآن انتبهوا هذه التسمية المنهجية للإيزو بروبل واحد مثل إثل لدينا مجموعتين واحد مثل إثل كما كان لدينا مجموعتين من الضاي إيزو بروبل إذا كنا نتعامل مع الإسم الشائع يمكن كتابة داي إيزو بروبل عند استخدام تسمية المنهجية لا نقول داي واحد مثل إثل بالرغم أنه يمكن أن يفي بالغرض يمكن لكن نستخدم المقطع بس نستخدم المقطع بس بما لدينا الثان منهم بدلا من كتابة داي انتبهوا سنكتب بس بس واحد مثل إثل وهذا يعني أن لدينا إثنان من هذه المجموعات هنا وما تزل طبعا في المواقع أربعة وخمسة رائع إذن هنا إذا نظرت إليها حسب الترتيب الأبجدي الآن المثل إثل يأتي بعد المثل بعد المثل إذن الترتيب سيتغير الآن إذن الآن إذا أردنا كتابة هذا مع التسمية المنهجية سنكتب بداية إثنان فاصلة إثنان داي مثل نعم إثنان إثنان داي مثل حسنا والترتيب الآن لنغير تغير المجموعتين طبعا سنستخدم لون آخر إذن هنا بس ومن ثم هنا لدينا ثنتان من المجموعة الواحد مثل أعلم أن هنا هذا مربك لكن عند تقسيمه ستكون أمور أسهل وسيكون بحد منطقي نعم إذن لدينا أو آسف آسف لقد نسيت أين تقع هذه المجموعات إذن موجودين على المواقع أربعة وخمسة حسنا اعذروني اعذروني فلقد أربكتكم كثيرا تحملوني إذن أربعة وخمسة لدينا مجموعتين نعم أربعة وخمسة بس رائع قد ارتبكت معكم قليلا إذن أربعة وخمسة بس واحد مثل إثل ما زالت الأمور بخير ما زالت الأمور بخير ما زالت الأمور بخير نعم ومن ثم يمكن إضافة الأكتان عند النهاية سأنتقل إلى يمين الشاشة هنا أكتان وانتهينا رائع انتهينا هذا يبدو مربك بشكل كبير لكن عند تقسيمه لأجزاء يمكن التعامل معه بسهولة لدينا إثنان مثل إثنان إثنان ضاي مثل إذن لدينا إثنان مثل موجودة في الموقع إثنان ومن ثم لدينا إثنان من المجموعات الواحد مثل إثل موجودة عند الموقع أربعة وخمسة وهي هنا أربعة وخمسة ومن ثم لدينا الأكتان أخيرا إذن وهذا كل شيء وهذا كل شيء طبعا يمكنكم الاستخدام تسبيع المنهجية كما كتبناه هنا أخيرا أو يمكن أن نقول أربعة وخمسة تسبيع الشائعة في الأعلى أو تسبيع المنهجية في الأسفل هنا